اعتباره احد اهم روافض مصر الرقمية ويأتي استكمالا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين اداء المؤسسات الحكومية جاءت موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء صندوق مصر الرقمية وتعتمد فلسفة مشروع القانون على ان الدولة تبنت منذ نحو ثلاث سنوات مشروعا قوميا لدعم التحول للمجتمع الرقمية وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الدولة بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضعت الخطط اللازمة لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى حكومة متكاملة مترابطة الكترونيا من خلال الربط بين ستين قاعدة بيانات بقطاعات الدولة المختلفة ويهدف مشروع القانون الى مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستجابة لتطلعات المواطنين والمستثمرين المتعاملين مع الجهات الحكومية من خلال اتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة فضلا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الانفاق كما يهدف مشروع القانون الى دعم وتنمية اليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها ودعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة هذا الى جانب نشر الوعي باهمية التحول الرقمي والقضاء على الامية الرقمية وتوفير عوائد اقتصادية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الامسل ونص مشروع القانون في مادته الاولى على ان ينشأ صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية تقول له الشخصية الاعتبارية ويدبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره القاهرة ولو الحق في انشاء فروعا اخرى في باقي المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي تقدمت الحكومة بمشروع قانون في شأن انشاء صندوق مصر الرقمية ومن ثم جاءت موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يعمل على تحسين الاداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة من جانب وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من جانب اخر من مجلس الشيوخ محمود اسماعيل التلفزيون المصري